اشتركوا في القناة رقم خمسة وبتكون العربية دي زحمة جدا ومليانة ناس كل واحد فيهم لحياته الخاصة ومشاكله اللي اكيد هو معتبرها اهم حاجة في الدنيا بس اللي هما ما يعرفهوش انهم بيبقوا على اعتاب مصيبة كبيرة ليهم وده لان مرة واحدة بيجي لهم رسالة كلهم بيعرفوا منها ان فيه زلزل هيحصل دلوقتي وعلشان الزلزل في اليابان كتير ومتعودين عليها بيبقى موقف عادي بس بيكون فيه غطأ زازة واقع على الارض وبيتحرك ناحية شيرة فبيوطي شيرة علشان يمسكوا بس فجأة الغطأ ده بيختفي وفجأة القطر سرعته بتزداد وبيدخل نفق وكل اللي في العربية بيقعوا بس بعد القطر ما بيقف الركاب بيفتحوا باب العربية وبينزلوا لكنهم بيتفاجئوا بانهم في غابة وما فيش شبكة في المكان وكل الركاب بيبقوا مرعبين وكمان في منهم المصابين فبيتحرك شيرة من مكان وبيبقى عايز يساعد كل اللي موجودين وبيبان عليه ان شخصيته قيادية وهيقدر يسيطر على الموقف وبيروح علشان يتفقد المكان وبتقوله هتانو انها هتروح معي وبيتعرفوا على بعض وبنعرف ان هتانو شغالة مدرسة رياضة وكمان بيروح معهم واحد غريب وبيكون غامض جدا واهم حاجة عنده ان شعره يكون مظبوط وبيفضلوا ماشيين لاخر النفق علشان يعرفوا هم فين وفي نفس الوقت بتكون الحكومة عرفت ان فيه عربية اختفت تماما من القطر والعربية دي تبقى العربية رقم خمسة وبيروح مجموعة من الموظفين في الحكومة علشان يدوروا على العربية دي في النفق لكنهم مش بيلقوها وبيوصل شيرا وهتانو لاخر النفق وبيعرفوا انهم مش في العالم بتاعهم وده لان المكان بيبقى صحر ومفيش اي علامة من علامات الحياة فيه فبيصوروا كل حاجة بالتليفونات اللي معاهم وبيروحوا يوروها للركاب واللي اغلبيتهم بينهاروا بس شيرا بيروح لموظف القطر وبيقولوا انهم لازم يعرفوا اسماء بعض ويتعاونوا علشان يلاقوا حل وفعلا بتبدأ مرحلة فرز الاسماء والمعلومات الكاملة عن اي شخص في العربية دي وفيه اللي بيكون عالم واسمه كاتو واللي بتكون شابة مش مهتمة باي حاجة واسمها رينا وغيرهم كتير وكله بيكون مهتم بشيرا وازاي هو قوي وقائد حقيقي بالشكل ده فبنعرف من هتانو ان الشيرا بيبقى شغال رجل اطفاق ودي غارستو اللي كسبها من الشغلانة بتاعته وبنعرف انها اعجابة دي في يوم كان بيعمل حاملة توعية ضد الحروق في المدرسة اللي هي فيها وبيروح شيرا وهقتانو للشخص اللي كان معاهم في رحلة النفق وبيسألو عن اسمه لكنه بيقولهم انه مش بيحب يشارك معلوماته مع ناس غريبة وهو اسطا هيسبهم وهيمشي يستكشف المكان لوحده فبيقوله شيرا انه مش هيسمح له يعمل كده علشان ما يقزيش نفسه وفي الوقت ده بيكون الركاب في بداية مرحلة الجوع واللي بيبقى معاه اكل بيطلع وياكل ومش بيشارك مع الباقي والبنت اللي بيكون اسمها رينا بتبقى زهقينة وجعينة فبتمد ايديها في اقرب شنطة جنبها علشان تسرقها لكنها بتكون شنطة الرجل الغريب اللي بيبقى واقف مع عشيرة وهتانو وبتلاقي فيه مقصة حد وكمان ظرف فيه رسالة ريح للسجن لكنها بتسيب كل حاجة في الشنطة تاني وبتروح للشنطة اللي جنبها وبتكون بتاعتها تانو وبتلاقي فيها كيس اكل فعلا وبتبقى رايحة تاكله لوحدها بس بتشوف الشخص الغريب قدامها وبتكون خايفة من اللي هي شفته في شنطته علشان كده بتوقع كيس الاكل وبتسيبه للشخص الغريب وتجري بس بعد شوية بتسمع هتانو ان فيه حد في العربية جعين فبتفتح شنطتها علشان تديله الاكل لكنها مش بتلاقي كيس الاكل اللي معيها لكن لما باب العربية بيتفتح بيكون الشخص الغريب قاعده مع كيس الاكل وبيعرف انه دلوقتي متهم بسرقة الاكل وبيبقى عايز يبرق نفسه فبيروح علشان يعترف على رينا بس رينا بتقطع في الكلام وبتقول ان هي كانت شكة انه راجل خطير علشان شافت رسالة ليها علاقة بالسجن في شنطته وشكله سوابق وبتخلي العربية كلها تخاف منه بس الشخص ده مش بيعجز وبيقعد ساكت لكنه بيروح يقول لها ان هي كدابة وحقيرة وبيديها الكيس علشان ترجعب نفسها لها تانو ولما محدش بيصدقوا بيقولهم انه ماشي اساسا علشان ما يخافوش منه وبيمشي فعلا وبيدخل للغابة لوحده وبيلاقي ازايز مية كتير جدا فبيفرح لانه كان عطشان وبنرجع تاني للعربية وبيطلع عشيرة علبة حلويات كانت معي وبيقرر انه هيشاركها مع كل اللي في العربية بس في وسط الفرحة دي بيكون في شاب اسمه يوني بيروح لها تانو بيقول لها انه كان بيصور نفسه فيديو لكن لما تفرج على الفيديو تاني دلوقتي شاف رينا وهي بتسرق كيس الاكل فعلا وهم ظلموا الراجل اللي كان معاهم فبيروح يوني علشان يواجه رينا بس هي بتقول انها ما كذبتش وكل اللي قالته انها شكة في الراجل اللي كان معهم ده خطير فبيقول لها يوني ان هي هتتعاقب لما يتم انقاذهم فبتقول رينا انه عبيت لو فكر انها هيتم انقاذهم وكلامها بيوتر كل اللي في المكان فبيروح شيرة وهاتانو علشان يلحقوا الشخص الغريب قبل ما يحصل له اي حاجة وفعلا الشخص ده بيكون في خطر وده لان في منحضر شديد هو كان هيقع فيه ويتعلق بجزر شجرة في اخر لحظة وبيكون مقرر انه هيسيب الجزر ده وهيقع لكن بيجي شيرة وبيمسك ايديه وبتساعدهم هتانو وبتشدهم لحد ما بيقدروا ينقذوه فعلا وهو بيكون مرعوب من اللي كان هيحصل فيه فبيرجعوا مع بعضه وبتدي هتانو للشخص الغريب ده فردة كوتشي علشان اللي كان لابسها واعت وبتتأسف له هي وشيرة لانهم ظلموا فبيقول لهم انهم سمحوا مكمن اسمه ناوية وبيبقوا مصفف شعر وبيرجعوا مع بعض للعربية وبيضطروا كلهم انهم يناموا على الارض او حتى على الكلاسي الغير مريحة ويتاني يوم لما محدش بيجي ينقذهم بينهروا من الخوف وبيحاول شيرة انه يهديهم على قد ما يقدر بس الموضوع بيبقى كبير لانهم بيبقوا يتنفسوا على ازازة مية مع شاب وحاببته بس الشاب وحاببته بيكون باين انهم مش بيحبوا الكبار وبيقولوا انهم احرار يعملوا اللي هم عايزينه وبيسوبهم ويمشوا وكمان بيكون فيه راجل عجوز كلام الشباب بيحمسه فبيمشي وبيقولوا انه حر وبيرمي خاتم زواجه على الارض وبيبدأ الركاب كلهم يتفرقوا وبيحاول شيرة انه يرجعهم بس ناوية وبيقولوا يهدي اعصابه لانه مش هيقدر ينقذ كل الناس فبيفتكر شيرة ذكرى مقلمة ليه مع حد من صحابه اللي تسبب في انه يخليه عاجز تماما وبتكون وصية صاحبه ده هي انه ينقذ اكبر عدد من الناس فبيروح شيرة ومعاها تانو للشاب وحبيبته بيقدر انه يقنعهم علشان يرجعوا تاني للعربية وهما فعلا بيقتنعوا بكلامه فبيمشي ناوية وهو حزين وبيفتكر شيء بيخليه نهار وبنعرف ان الرسالة اللي كانت في شنطته دي كانت رايحة الاخوف في السجن وبنعرف ان والده والدته اتخلوا عنه هو واخوه صغير وهو كان بيحاول بقدر الامكان انه يخلي باله من اخوه ويعوضوا عن كل حاجة بس اخوه صغير عمل مصيبة وبسببها تسجن وفد الناوية يحمل نفسه زنب مش زنبه وفي اليوم اللي كان المفروض اخوها يخرج من السجن فيه هو اختفى في حدثة القطر دي فبيفضل يعيط ويقول انه عمل كل اللي يقدر عليه لكن كل ده ما كانش كفاية وبعد شوية بيرجع الراجل العجوز للعربية تاني وبيبن انه تجنن رسمي وبيمسك ورقة في الجريدة بيكون فيها خبر بناء برج عالي وهيخلص في سنة 2026 وبيبقى هو شاف البرج ده في الحقيقة وبيعرفوا كلهم انهم سفروا عبر الزمن وانتقلوا للمستقبل وبيقطع تفكيرهم ووظف القطر وبيكون معاه شخص مصاب وبيقولهم الشخص ده انه كان معاه عربية تموين قلات بيعزاتي وبيكون فيها مية وعصير واكل كمان لكن للأسف العربية دي تسرقت ومش عارف هي فين فبيبدأ الفزع ينتشر بين الركاب بس ناوية بيوقفهم وبيقولهم انه شاف العربية دي لما سبهم ومشي وخد منها ازازة مية واحدة بس وبيقوم مع عشيرة علشان يروحوا يجيبوا المية والعصير بس لما بيوصل ناوية لنفس المكان بيلاقي ان فعلا الموارد اللي كانت موجودة تسرقت فبيرجعوا للعربية وهم مش معاهم اي حاجة وبيقولهم ان في حرامي بينهم فعلا وهو اللي مخاب بكل حاجة لنفسه وتاني يوم العطش والجوع بيأثروا على الركاب وبيبدأوا تاني يتخنقوا مع بعض لحد ما بتقوم واحدة من وسطهم وبتقولهم ان هما لازم يهدوا وفي الوقت ده بيكون شيرة مع هاتانو ناوية والعالم كاتو علشان يدوروا على مية وبنعرف ان اللي بيكون سرق المية هو الراجل العجوز المجنون وفعلا بيكون مجنون وده لانه بيرجع بصندوق مية للعربية وبيقولهم انه بيقبل المقايدة باي حاجة زي الفلوس والهدوم والادوية والركاب بيبقوا مفكرين وبيهزر لكنه بيكون بيتكلم بجد وكان بيدرب اللي يقرب من المية وبنعرف انه ما كانش بيتم احترامه في حياته خالص علشان كده هو قرر يبقى سيء بس بييجي ناوية وبيبعد الراجل العجوز عن المية وبيعمل تصويت على مين موافق يخلي الراجل الخطير ده بينهم وفعلا التصويت بيكون تعادل لحد ما بيتبقى اخر صوت وهي هاتانو وبتقول انهم لازم يسمحوه لانه راجل عجوز وهو اكيد مش هيعمل كده تاني وبيتم توزيع المية والعصير وكل اللي في العربية بيبقوا فرحانين جدا وتاني يوم بتروح مجموعة من الركاب وبيساعدوا شيرة على انه يتسلق تل كبير ولما بيوصل لقمته بيلاقي شلال مية بس الفرحة دي مش بتدوم لان لما بيقف شيرة على التل بيلاقي انه مفيش اي معالم للحياة فبيرجع بالصور دي للركاب وبيعرفوا انه اكيد حصلت كارثة غيرت معالم الارض وفي الوقت ده اهالي المفقودين بيبقوا عايزين يوصل لهم باي طريقة والحكوبة بتحاول تهديهم والمفقودين بيبقوا عملين يسجلوا وصياتهم على تلفوناتهم اللي قربت تفصل شحن وبيروح اخو ناويا لزميلة ناويا وشركته في الشغل وده لانها الشخص الوحيد اللي متذق ليه بعد اختفاء اخوه ولما بيعرف اخو ناويا ان اخو مفقود بينهاره ومش بيبقى عايز يعترف انه ميت وبتروح هاتانو لناويا وبتسأله عن الظرف اللي في شنطته وهو بيقرر يفتح لها قلبه وبيحكي لها على اخوه وقصته فبتحاول هاتانو انها تخليه سجل رسالة الاخوه بس هو بيبقى مكسوف لحد ما تليفون هاتانو بيفصل شحن فبتبتسم هاتانو وبتقول لناويا انها كده عرفت ان معدنه طيب وعكسه ما يبان عليه خالص وفي نفس اليوم بيشوف ناويا الرجل العجوز بيفتح شنطته وبيطلع منها جراف فيه مقصات ناويا العزيزة على قلبه فبيحاول ناويا يوقفه لكنه مش بيلحق وبيهرب الرجل العجوز بالمقصات لانه بيبقى محتاجها بحاجة ومش بيستأذم من ناويا بس بعد شوية بيرجع الرجل العجوز وبيرمي مقصه واحد بس قدام ناويا وده لان الجراف كله ضعه فبيقوم ناويا وبيضربه بس الرجل العجوز بيقوله ان كان فيه شخص غريب عنهم وهو كان محتاج سلاح علشان يقبض على الشخص ده لكنه هرب منه مفاجأة الدنيا بتمطر عليهم وبيقفوا تحتها وهم مبسوطين وبيستغلوا الموقف ده علشان يستحموا وبعد شوية بيروح ناويا دور على الجراف بتاعه وبنعرف ان الجراف ده كان فيه اول مجموعة مقصات هو اشتغل بيها ولسه بيشتغل بيها وده لانها بتفكروا باخوه وبيتعاون الركاب كلهم وكل واحد فيهم بيعمل الحاجة اللي هو يعرفها علشان يفيد بيها الباقي وبيقدروا انهم يوفروا اول وجبة عشاليهم تقدر فعلا انها تسد جوعهم لكن الراجل العجوز المجنون ما كانش معاهم علشان كده بيروح شيرة في الليل علشان يدور عليه ويأكله لكن بييجي الصبح وشيرة ما بيرجعش علشان كده بتكون هتانو قلقانة عليه وبتقرر انها تروح تدور عليه لكنها بتلاقي شيرة داخل عليها وبيقول انه ملاقاش الراجل العجوز وكمان بيكون جايب لناويا جرب المقصات بتاعه وبيقوله انه لقاه في الغابة فبيفتكر ناويا اخوه وبيفضل يعيط وتاني يوم بيروح شيرة مع ناويا وكاتو علشان يدوروا على اي حاجة يستدوها لكن بيظهر شخص غريب وبيتعن كاتو في بطنه وبيهرب فبيسد شيرة الجرح بالجاكت بتاعه وبيساعدوا ناويا في انهم يرجعوا كاتو للعربية علشان يحاولوا يعالجوه وبيبقى لازم يخيطوله الجرح والاول مرة بيتشل شيرة في مكانه ومش بيقدر يعمل حاجة لانه بيفتكر صاحبه اللي بقى مشلول بسببه علشان كده بيتولى ناويا المسئولية وبيخيط هو الجرح الكاتو وكمان بيدور يوني في حاجة كاتو لحد ما بيلاقيه عامل بحث عن مضاد حيوي من نبتة في الغيبة وفعلا بيقدروا يستخلصوا دواء طبيعي يعالجو بيه وفعلا كاتو حالته بتتحسن وبيفوق وبيبقى كويس وطبعا الشكر كله بيتوجه لشيرة وناويا مش بيبقى حابب دور البطل وبيسحب نفسه من المكان وكمان بنعرف ان الراجل العجوز المجنون كان رئيس شركة تأمين وحماية علشان كده بيساعد الركاب في انهم ينصبوا وافخاخ حوالين المكان علشان يحموا نفسهم بس بعد شوية بيقع ولد في فخ من الافخاخ دي وبيجري عليه شيرة ومعاها تانو بس الولد ده بيبقى سريع وبيقدر يهرب منهم لحد ما بيوصلوا النهر وبيقولهم الولد ده يستنوه هنا لحد ما يجيب حد كبير يكلمهم فبيضطروا انهم يستنوه وبيفضل شيرة يحاول انه يولع نار بدائية بعصاية خشب بس الموضوع بيبقى صعب جدا لكن الكلام بيجيب بعضه وبيحكي شيرة لها تانو حكاية صاحبه وبيقول لها انه كان مبتدئ ومتسرع واتخذ قرار سريع متهور وبسببه اتعرض صاحبه لانفجار شديد وتشل وهو محمل نفسه المسئولية بس بييجي ناوية من وراه وبيقوله ما يحملش نفسه الزنب ده كله وبيحاول يهديه وفي الوقت ده بنشوف صاحب شيرة المشلول وهو في اجتماع مع الحكومة وبيبقى هو الشخص اللي مستني شيرة يرجع علشان يقوله انه مسمحه ومش زعلين منه وبتحكي هتانو لناوية على موضوع الولد الصغير وانهم دلوقتي مستنيين اهل الولد ده وبيساعد ناوية شيرة في انه يولع النار وفعلا المرة دي محاولتهم بتنجحه وبيحضنه بعض لكن بيقطعهم الولد الصغير وبيقولهم انه دلوقتي يقدر يخدهم لاهله وبنعرف انه فيه عربية تانية اختفت مع العربية رقم خمسة وهي العربية رقم ستة وبيطلع منها واحد اسمه ياماموتو وده يبقى قائد العربية ستة وبياخدهم جولة في المكان وبيكون عندهم مطبخ ومسبح وكل حاجة هما نفسهم فيها وبيتعرف ناوية على الشخص اللي طاعن كاتو بس الشخص ده بيفضل يتأسف لهم وبيقولهم انه كان مفكروا من اهل المستقبل وتوتر فاضطر انه يعمل كده وكمان يا ماماتو بيقولهم انه معاه ادلة على انهم في المستقبل ولازم يتعاونوا علشان يلاقوا طريق رجوع لزمنهم فبيرجعوا التلاتة للعربية رقم خمسة وبيحكلهم على اللي شفوه وبيكون معاهم اكل وكمان بيعرفوهم ان رجوعهم للزمن بتاعهم بقى قريب قوي بس رينا بتفتكر الماضي بتاعها ولانها انانية في كل حاجة فهي بتكون شخصية مكروهة ومش بتبقى عايزة ترجع تاني للزمن بتاعها وبتروح مجموعة معايا ماماتو وبيوريهم سفينة متبقية من حطام العالم القديم وبيكون معاهم ادلة تثبت ان في نايزك هيدرب الارض في سنة 2026 وتحديدا في اليابان فبيستغربوا ازاي هيدرب في الزمن اللي هما فيه فبيصدمهم وبيقولهم ان هما دلوقتي في زمن 2060 وانه ازا اجدرب الارض بعد 3 سنين من اختفاقهم وبيبقى ده هدف يشجعهم على الرجوع لزمنهم علشان على الاقل يلحقوا الكرسة دي قبل ما تحصل والظروف بتبقى احسن مع ركاب العربية خمسة بعد ظهور العربية ستة وده لان بقى عندهم مزبح ومية واكل كمان وكمان شيرة وناوية بقوا اقرب لبعض وناوية بقى محبوب وسط المجموعة لانه ساهم في حاجات كتير حلوة وبقى يساعد كل الناس ومن خوف رينا قررت انها تمشي وتسيب المجموعة كلها فبتروح هاتانو وراها علشان تهديها وبيبعدوا عن مكان المجموعة فبتحاول هاتانو انها تمسك رينا بس رينا بتزقها على الارض فبيشوفوا ارعب شيء ممكن يشوفوه وهي جثة واحد اشقر فبيسرخوا لكن بيطلع عليهم 3 اشخاص من العربية رقم 6 وبتقدر رينا تهرب منهم وبتروح للعربية رقم 5 وبتقولهم انها هاتانو تخطفت وبمجرد ما بيسمع ناوية الكلام ده بيفتكر كل حاجة هاتانو عملتها معي وبنعرف انه كان يعرفها من قبل ما تحصلهم الكارثة وكان معجب بيها فبيجري بسرعة علشان يلحقها وبيروح شيرة معي وطبعا اللي حصل ده خلى كل اللي في العربية مرعوبين ومستنيين دورهم بعد اختطف هاتانو وطعن كاتو وبيروح ناوية وشيرة للعربية رقم 6 وبيحكوا لياما ماتو على اللي حصل وبيدخلوا العربية دورة على هاتانو لكنهم مش بيلقوها بس بيلقوا بقية دم على الشباك ولما بيسألوا ياما ماتو وبيضطر انه يقول لهم وبنعرف ان بعد اختفاء العربية رقم 6 كان فيه واحد انهار عصبيا وكان معاه سكينة وعايز يقتل اي حد وعلشان ياما ماتو يحفظ السلام حاول انه يوقف الراجل ده عند حده لكنه اضطر انه يقتله وده سبب ظهور الجثة اللي رينا وهاتانو شفوها فبيرجعوا تاني للعربية رقم 5 وهناك الرعب بيزيد اكتر وكلام رينا بيزود التوتر وكأنها بتبقى قصدة تعمل كل ده بس بنعرف انها هاتانو مستخبية في السفينة اللي بقية من حطام الكارثة وكان ياماماتو داخل السفينة دي لكن هاتانو استخبت منه وكان ياماماتو بيعمل كل يوم محاولة علشان يتواصل مع الناس اللي قدرت تعيش من الكارثة بس بتكتشف هاتانو انه كذاب وده لان اللي سلكي اللي بيتكلم به سلكه مقطعه وبيض فبتعمل هاتانو صوته وبيعرف يا ماماتو مكانها وبيروح يطلعها فبتواجهها هاتانو باللي هي شفته فبيضطر انه يحكي لها هو ليه عمل كده وبنعرف ان يا ماماتو عرف خبر افلاس شركته اول مركب عربية القطر ولما الكارثة دي حصلت بقى شايف انها فرصة تانية علشان يبدأ فيها وخصوصا بعد تعيينه قائد للعربية رقم 6 بقى شايف ان حياته هنا احسن وبقى يعلق الركاب بامل علشان يخليهم يشتغلوا بس في الحقيقة هو عارف انهم مش هيرجعوا تاني لزمنهم فبتحاول هاتانو تهرب بس يا ماماتو بيهددها بسكينة معاه وبيربطها في غرفة السفينة وبيخلي واحدة تيجي كل يوم تجيب لها اكل ومية وبيسيبوها الوحدة في الغيبة وتاني يوم بيكون في حد من العربية رقم 6 بيحاول انه يسرق العربية رقم 5 لكن الافخخ كشفته ولما بيحاولوا يمسكوه بيضطر الشخص ده انه يضرب موظف القطر ويهرب وطبعا رينا بتستغل الموقف كالعادة وبتقول ان دي تالت هجمة تتعامل عليهم وكده هم الكفة الضعيفة وكلامها بيخلي الناس من خفهم يقولوا انهم هيحربوا بكل قوتهم ومش بتعدي ساعاته بتكون في حاملة تانية من العربية رقم 6 بتهجم عليهم وفي الوقت ده بيرجع عشيرة ونوية وبيضربوا الدخلاء بس فجأة بييجي كل رجالة العربية رقم 6 وبتحصل حرب كبيرة بين الطرفين وكان الراجل المجنون واقف بيتفرج عليهم وكان فرحام باللي بيحصل وعايزهم يقتلوا بعض فبيطلع يوني فوق العربية رقم 5 وبيفضل يزعع بصوت عيلي ويقولهم ان ده مش المستقبل اللي هم عايزينه وانهم لازم يتعاونوا علشان ما يموتوش هم كمان او على اقل يرجعوا تاني لزمانهم علشان الناس اللي مستنيهم في الزمن القديم بس الكلام ده مش بيأثر في كل الناس وبيروح واحد يخطف شنطة فيها مخزون اكل ومية من العربية رقم 5 وبيهرب وبيبقى فيه ولد صغير هيت ايزي بس بتظهر هاتانو بتحمي الولد ده وبنعرف انها قدرت تهرب وبييجي يا ماماتو وبتضطر هاتانو انها تفضحه قدام الكل وبتقول عليه كذب وبتحكي اللي حصل وطبعا شخصيته القيادية بتتهد قدام الكل وبيخسر وبيضطر انه يدي كل المعلومات اللي معاه لشيرة وبيمشي وبتتأسف هاتانو للكل علشان قلقتهم بس كلهم بيبقوا فرحانين بيرجعها وبتروح هاتانو علشان تطمن على ناوية لكنه بيوطي يربط لها ربط جزمتها وبيقولها انه فرحان برجعها وبيمشي وبيقول ناوية لشيرة انها هاتانو معجبة بيه وبتحبه وطبعا ده كلام بيصدم شيرة وبينضم عدد كبير من الصالحين اللي في العربية رقم 6 للعربية رقم 5 وبيوصل اخبار للعربية رقم 5 ان العربية رقم 6 اكتشفت طريقة لاستخراج الملح وصيد السمك وطبعا العربية رقم 5 بتبقى عايزة جزء من الموارد دي علشان يقدروا يعيشوا علشان كده بيتولى ناوية المسئولية وبيقول انه هيروح لهم بنفسه علشان يتفوض معاهم ايا كانت الطريقة اي بس طبعا كاتو ويوني مش بيثبوا يروح لوحده وبيصمموا انهم يروحوا معاهم ولما بيوصلوا للعربية رقم 6 بيطلبوا منهم يشاركوهم في الموارد اللي لقوها والطرق اللي اكتشفوها بس طبعا القائد الجديد بيرفض فبيتحدى ناوية في اي حاجة ولو هم كسبوا هيشاركوهم في الموارد انما لو خسروا فهيديلوا الجراب اللي فيه مقصات وبعد شوية بييجي مجموعة من العربية رقم 6 وبيدوا للعربية رقم 5 موارد وبيوافقوا يشاركوهم في الصيد وبنعرف ان ناوية لعب مع القائد لعبة النارد وهو اللي بيكسب فبيروح شيرا لناوية اللي قرر يبعد عن المجموعة رقم 5 نهائي وبقى عايش عند تل المية فبيقعودوا ياكلوا سمك مشوي سوا وبيشكر شيرا ناوية وبيطلب منه يرجع معاه بس بيقطعهم راجل كان بيخسل حاجات في النهر وكان معاه حجر بينور وبيعرفوا ان ده حجر من حطام النايزك فبيرجع شيرا للعربية ومعاه الحجر ده وبيحكي للركاب عليه وكمان كاتو بيفكر في فكرة علمية وهي استغلال الحجر ده في انه يخلق مجال مغناطيسي من خلاله يقدروا يخترقوا الثقب اللي جابهم هنا ويستغلوا في انهم يرجعوا تاني للزمن بتاعهم كل ده وبيكون ناوية مستني برا العربية ولما بيقوم يمشي بتروح له هاتانو ومش بتبقى عايزة يمشي لكنه بيبقى مصمم يمشي وفعلا بيعمل كده وتاني يوم بنعرف ان الشاب اللي كان هيهرب هو وحبيبته وعيفه مصيبة وهي ان حبيبته بتبقى حامل وهو من صدمته مقدرش يطمنها ولا حتى يتخذ اي موقف فبيروح الشاب ده يدور على حبيبته بس بيسمعوا ناوية وبيروح علشان يهديه وبيعرف ان حبيبته حامل وهم لسه صغيرين فبيقول له الشاب ده انه مش مصدق نفسه وهو مسافر بالزمن وبعيد عن اهله وبرضه لسه خايف منهم ومن اللي ممكن يعملوا فيه وبيبقى منهار جدا بس فجأة الدنيا بتمطر عليهم فبيقعد ناوية جنبه وبيحاول يهديه لحد ما بيسمعوا الاتنين صوت هاتانو بتدور على حبيبة الشاب ده وفعلا بيفضلوا ينادوا على البنت وهي بتبقى سامعهم لكنها مش بتبقى عايزة ترد عليهم فبيروح ناوية وبيغطي هاتانو بالجاكت بتاعه علشان المطر والساعة بس هي بتبقى عايزة تعرف هو بيهرب منهم ليه او تحديدا منها هي فبيقول لها انه بيخافه جبان لان الناس كلها بتمشي وبيفتكر والدته اللي تخلت عنه هو واخوه صغير وبيقول ان الاحسن الناس ما تتعلقش ببعض لان في الاول والاخير هيفترقه فبتروح هاتانو بضغطي ناوية بالجاكت وبتحضنه من ظهره وهو من صدمته ومش بيقدر يتكلم بس هو بيبقى محتاج الحضن ده فبيفضل يعاية وهاتانو بتبقى حضنه ومش بتسيبه والعاصفة اللي هم فيها دي بتزيد وبتبقى خطيرة جدا وبيدخل الراجل العجوز المجنون للعربية رقم 5 وبيروح لمؤخرة العربية علشان يفتح بابها اللي بيودي للنفق بس فجأة بتطير عروسة الراجل العجوز دي وبتدخل في ثقبه وبتكون البوابة الزمنية اتفتحت تاني بس كلهم بيبقوا خايفين يقربوا منها لانها ممكن تكون مؤزية بس دقائق والبوابة دي بتتقفل تاني بس في نفس اللحظة دي بتكون العروسة وصلت لموظف حكومي مسؤول عن قضية الاختفاء دي وبيعرف ان الموضوع مش مفهوم ولما العاصفة بتهدأ بيقوم ناوية وهو مرتاح نفسيا وبيكملوا بحث عن حبيبة الشاب وفعلا بيلقوها وبنروح للعربية وبنلاقي ان الركاب بيكونوا فرحانين علشان عودتهم قربت جدا وكاتو بيبقى عمال يعصر في دماغه علشان يلاقي طريقة يرجعوا بيها وازاي هيوفر اللي هم محتاجينه وبيرجع ناوية تاني للعربية رقم خمسة لكنه بيبقى ساكت طول الوقت ومش عارف يتكلم وفي يوم بيقدر يوني انه يلاقي كابل كهرباء لكن الكهرباء مش بتكون وصلة فيه علشان كده بيعملوا كلهم مجموعة بحث وبيروحوا علشان يقدر يوصلوا لمصدر كابل الكهرباء اللي اكيد هيكون محطة توليد كبيرة واللي هيحتاجوها في انهم يدوا الطاقة للحجر بتاع النيزك علشان يخلقوا المجال المغناطيسي وفعلا بيصهروا الليل في الحفر وبيشتغلوا الساعات طويلة علشان يقدر يوصلوا للمحطة دي وفعلا تعبهم بيجيب نتيجة لانهم بيوصلوا للمحطة وبيدخلوا المحطة وبيكون في بينهم موظفة كانت شغالة في المحطة دي وبتفضل تشغل ازرار كتيرة لحد ما في الاخير المحطة كلها بتشتغل بنجاح والطاقص في الجو ده بيتغير لريح شديدة وبتبقى دي علامات باقتراب رجوعهم تاني وبيروح يوني للراجل العجوز المجنون وبيكون جايب له اكل علشان صعبان عليه وبيعرف ان الراجل ده مش هيرجع معاهم للزمن القديم وبيحكي له ان العالم كله حتى بيته وعيلته بيعملوا وحش بس هنا هو مرتاح اكتر وبيفرح الراجل العجوز ان فيه حد بيهتم به وبيفضل يمدح في يوني وبييجي اليوم اللي هيرجعه فيه للزمن القديم وبيقرر ناوية انه يفضل في الزمن ده علشان يهتم بمحطة الكهرباء ويقدروا يرجعوا للزمن القديم بنجاح بس شيرا مش بيبقى موفق على الكلام ده وبيروح يقوله انه ما بقاش شخص غريب وانه دلوقتي هو بيعتبره اعز صحابه ولازم يرجع معاه لانه لو مرجعش فالاسئلة هتقضي عليه هل يطرى ناوية بخير؟ هل يطرى هو بيكل كويس؟ اسئلة هتخليه مش قادر يعيش وشيرا بيكون متعصب لدرجة انه بيمسك ناوية من هدومه بالعنف وبيقدر يقنعوا انه يرجع معاه فعلا وبيجروا كلهم قبل ما الوقت اسرقهم وفعلا كاتو بيقدر يفتح بوابة السفر تاني واغلبية اللي موجودين بيبقوا خايفين يرجعوا للزمن القديم بس ناوية بيتعصب عليهم وبيقولهم يسقوا في شيرة وفعلا كلهم بيقتنعوا وبيركبوا كلهم حتى رينا لكن اخر واحد بيركب هو ناوية بس فجأة بتقع شجرة وبتمنعوا من الركوب وبيبقوا عايزين يقفلوا الباب لان البوابة الزمنية قربت تقفل وبيكون ناوية قرر مايركبش بس بيجي الراجل العجوز بسرعة وبيساعد ناوية في انه يركب وجزء من طاقة البوابة الزمنية بتضرب ايد ناوية لكنه بينجح في الركوب وبيودع الراجل العجوز يوني وبيطلب منه مايموتش وبيقفل باب العربية اللي في جزء من الثانية بتتسحب لجوه البوابة الزمنية واخيرا بينجحوا في انهم يوصلوا تاني للزمن القديم ولما باب العربية بيتفتح بيلاقوا مجموعة مهندسين فبيسألهم شيرة عن التاريخ بتاع اليوم ده فبيرد عليهم مهندس وبيقولهم انهم في سنة 2026 وبكده بيكونوا يرجعوا بالزمن فعلا بس مش لسنة 23 وبيبقى فاضل شهور قليلة على حدوس الكرسى فبينتقلوا كلهم للمستشفى علشان يتكشف عليهم وعلى قوهم العقلية وكمان بيتحقق معاهم كل فرض لوحده وبرغم ان كلامهم بيبقى موحد وكمان معاهم قدلة لكن محدش بيبقى مصدقهم وبيوصل باصل اهالي المفقودين للمستشفى دي وبيحصل لمشامل كبير جدا لكل العائلات بس ناوية الوحيد اللي بيبقى قاعد مستني اي حد يجيله لكن لما بيفقد الامل بيلاقي اخوه وشركته في الشجل وقفين قدامه فبينهر من العيات وبيبقى خايف يكلمهم وبيبقى عايز يمشي بس اخوه بيفضل يقوله انه كان مفتقده جدا وخايف عليه فبيحضنه بعض وهما بيعياته وبتيجي لحظة الوداع وبيسلم ناوية على شيرة وهتانه وبيقولهم انه سعيد بمعرفتهم وبيسيبهم ويمشي من غير ما يبص حتى وراه وبيروح مع اخوه وشركته علشان يكلوا اكلة ناوية المفضلة وهي الرامن ولما بيكلوا بيبقى فرحان جدا وكأنه كان ميت ورجع للحياة وبيروح ناوية للصالون بتاعه لكن فجأة ناوية ما بقاش قدر يستخدم ايديه لمن وده لان اليد دي هي اللي لمست موجات البوابة الزمنية بس اغلبية ركاب العربية رقم 5 كانوا بيتجمع علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي في الكرسى اللي هتحصل بس في الوقت ده بيكون ناوية بيقضي وقت سعيد مع اخوه الصغير وبيعوضوا اللي حصل لهم وبتروحها تانو لناوية لكنها مش بتلاقيه واللي بتستقبلها هي شركته ولما ناوية بيرجع للصالون بتدي شركته ورقة منها تانو وبتكون كتباله فيها رقمها وبتقوله انها عايزة تكلمه وبنروح لشيرة اللي رجع تاني لشغله وبيلاقي صاحبه اللي تسبب في شلله جاي قابله بس في خلال التلات سنين دول قدر صاحبه انه يتعالج وبقى قادر يمشي خطوات برجله والعلاج بيجيب نتيجة وبيقول لشيرة انه دلوقتي هو يقدر يسامح نفسه على اللي حصل وبتحصل زحمة كبيرة قدام صالون ناوية وده لانه بقى مشفور علشان هو وسيم والبنات معجبين دي وبيروح يوني لبنت الرجل العجوز المجنون وبيوصل لها رسالة من والدها وبيكون عايز يتأسف لها على انه مش هيقدر يرجع وشيرة بقى هو وهتانه صحاب وبقوا يقضوا وقت مع بعض وبالصدفة بيكون شيرة راجع بيته وبيقبل ناوية في وشه فبيتماشوا سوا وبيقفوا يتكلموا وبيطلب شيرة منه انه يرجع تاني يقضي معاهم وقت حلو وكمان يفكروا في حل للحادثة بس بيبان ان ناوية عنده خزلين وكأنه ما بقاش قادر يعافر تاني وبسبب خسارة ناوية ليده بقى شايف ان العالم ده مقرف وكان لازم يقعد مع الراجل العجوز في المستقبل وبيصحب نفسه ويمشي وفي اول طلب انقاذ بييجي الشيرة بيعرف انه ما كانش ينفع يرجع تاني للماضي وده لانه بقى مشهور وعنده معجبين وده بيدره في شغله لانه بقى متعطل وزميله شايفين انه حمل زيادة عليهم وبيتصل ناوية بهاتانو علشان يعرف هي عايزة منه ايه وبتكون عايزة علشان تقوله انها معجبة بي وبدأت تحبه وبرغم ان ناوية بيحبها بس كان لازم يبعد عنها ويجرحها لانه بقى غير مفيد بيديه البيضة وبيقول لها انه مش بيحبها وانسيها بمجرد ما خرجه من العربية رقم خمسة وبتنتشر اخبار عن شيرة وعن عصبيته ضد معجبيه لما بيبقوا قدامه وهو في الشغل فبيروح ناوية ليه وبيحاول يشجعه على اللي بيحصله بس الشيرة بيقوله ان العالم ده فعلا مؤرف فبيشوف ناوية نظرة الهزيمة في عين شيرة لكنه بيحاول يشجعه وبيخليه كمل حياته وما يبقاش زيه وفي يوم بيكون ناوية راكب قطره وبيقابل يوني بالصدفة وبيصمم يوني ان ناوية ييجي معاه للتجمع بتاع العربية رقم خمسة ودي بتبقى مفاجأة لكل اللي موجودين بما فيهم هاتانو اللي مش بتقدر تفتح تاني موضوع حبها ليه وهو بيتكلم عن ايده اللي بسبب موجات البوابة بقت غير مفيدة وما بقاش قادر يعيش وظيفته اللي كان بيحبها بس في الناحية التانية هو بقى مشهور وكل البنات بتحبه وبينزل يوني فيديو ليه وهو بيتكلم عن الكرسة وبيوصف اللي هيحصل لو ملحوهاش قبل ما تحصل بس بعكس المتوقع الفيديو ده بينتشر وكل الناس بتشوفه وكمان في عدد كبير بيصدق كلام يوني بس الحكومة مش بتبقى موافقة باللي بيحصل لانهم كده بينشروا الرعب بين الشعب وهيتسببوا في مشاكل كبيرة وكل اللي سافروا بالزمن ورجعوا قدروا يكملوا حياتهم عادي مع عادة نوية اللي دي بقت بتسوق اكتر من الاول لكنه قدر يلاقي حل يخليه فرحان شوية وهو انه يسرح للبنات الصغيرين شعرهم ويعمل لهم تسريحات هما بيحبوها وكمان بنعرف ان الشابة اللي كانت حامل ولدت والشابة حبيبها تجوزها برغم ان اهليهم ما كانوش موافقين بس حبهم كان كبير ويوم ولادة البيبي ده كان تجمع لكل المسافرين عبر الزمن وبنعرف ان فيه مسافر وقع في حب رينا وهي كمان بدلته نفس المشاعر وفضلوا يفتكروا كل اللي حصل لهم وقد ايه هم ما تعبوا سوا لكنهم بيعتبروا بعض عيلة واحدة وبنعرف من كاته ان فيه نيزك قرر فعلا من انه يستضم بالارض وفعلا الحكومة قررت تضرب النيزك ده في خلال 3 ايام ومحدش عارف هل ده هيبقى حل للكارثة فعلا ولا هتبقى دي خطوة تقرب وقوع الكارثة وكل اللي حصل في المستقبل هيتكرر تاني علشان كده يوني بيستمر في فيديوهاته وعدد كبير من سكان اليابان بيقرروا انهم يخرجوا بره البلد ويبعدوا باكبر قدر عن العاصمة وعن موضوع سقوط النيزك وفي اليوم اللي مجموعة العربية رقم 5 بيتجمعوا فيها علشان يركبوا القطر ويمشوا سوا بيتصل ناوية بهتانو وبيقول لها ان هي قربت وهو عايز يعترف لها بكل حاجة وبيعرفها انه بيحبها ومش قادر ينساها ومش عايز حتى ينساها فبتسألها تانو عن مكانه لكنه مش بيرد عليها بس هي بتسمع صوت مايك عالي فبتعرف انه في محطة القطر فبتروح له هتانو وبتقوله انها مش هتجبره على حاجة بس بتتمنيله كل خير في المكان اللي هيروحه وبتدعيله ان رسلا من الكارثة فبيحضونها ناوية وبيقول لها انه كل حاجة هتبقى حلوة بسببها هي وبنعرف ان شيرا قرر ما يمشيش ويفضل في فريق الاطفاق علشان يساعد الناس بس ناوية بيروح له وبيقوله انه كل صحابهم مشيوا فبيتعصب شيرا عليه وبيقوله انه كان لازم يمشي معاهم فبيقوله ناوية انه مش هيمشي من غيره لانه صاحبه اقرب حد ليه وقرر انه خلاص هيفضل جنبه حتى لو الكارثة هتقضي عليهم سوى فهل يطارة هيبقى فيه حلل للكارثة اللي هتحصل وهيبقى فيه مستقبل احسن من اللي شافوه ولا كل حاجة حصلت مقدر لها تحصل كده وما فيش حاجة هتتغير وهو ده اللي هنعرفه في حالة صدور موسم تاني من المسلسل وبكده يبقى خلص مسلسل اشوفكم بقى في ملخص جديد سلام